منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وبدأ الحديث عن الركود وكلمة الركود ذكرت كثيرا خصوصا لدى الشركات لكن بعد نتائج الربع الثالث يبدو أن المخاوف من حدوث الركود لدى الشركات بدأ في التراجع فاكتسيت جمعت البيانات والتقارير المالية للربع الثالث للشركات المدرجة تحت أسن بي فايف هندرد والتي أعلنت عن نتائج الربع الثالث بين الخامس عشر من سبتمبر والسادس عشر من نوفمبر وبحثت كم مرة تم ذكر كلمة الركود في الربع الثالث من عام 2023 تم ذكر كلمة الركود في تقارير الشركات قرابة 52 مرة متراجعة من ذروة الربع الثاني من عام 2022 وهذا التراجع جاء للربع الخامس على التوالي كما ذكرنا 53 الشركة أمريكية ذكرت كلمة الركود خلال نتائج عمال الربع الثالث وهذا الهبوط هو هبوط للفصل الخامس على التوالي في الربع الثالث عدد الشركات التي ذكرت كلمة الركود أقل بنسبة 13% من الربع الثاني من عام 2022 حيث تم ذكر كلمة الركود 61 مرة في نتائج الربع الثاني من عام 2023 وأقل من 78% من الذروة التي وصلت كلمة الركود في التقارير المالية للشركات في الربع الثاني من عام 2022 عندما تم ذكر كلمة الركود قرابة 273 مرة لكن من هي أكثر القطاعات التي استشهدت بكلمة الركود وأقلها؟ من حيث النسبة المئوية قطاع العقارات الأكثر قلقا بشأن الركود حيث أن 30% من الشركات تحدثت عن الركود خلال الربع الثالث وأيضا الشركات التي استشهدت بكلمة الركود في نتائجها المالية في الربع الثالث أقل من متوسط 5 سنوات والبالغ 84 كلمة وأقل من متوسط 10 سنوات أيضا البالغ 60 كلمة 12 شركات تحدثت عن الركود في قطاع التصنيع وأربعة عشر شركات تحدثت عن الركود في القطاع الشركات المالية لكن هذه النتائج التي أعلنت عن نتائجها في مؤشر S&P 500 للربع الثالث يذكر أن 30 شركات لم تعلن عن نتائجها بعد لكن ماذا عن نتائج الربع الثالث التي أفصحت عنها الشركات 94% من شركات S&P 500 أعلنت نتائج أعمال الربع الثالث نمو الأرباح 4.3% على أساس سنوي وهو أول صعود منذ الربع الثالث من عام 2021 82% من الشركات أقرت بأرباح بأفضل من التوقعات 9 قطاعات أعلنت عن نمو أرباح قطاع الاتصالات حيث نمت أرباحها بالنسبة 42% السلع الاستهلاكية أيضا بالنسبة 42% والقطاع المالي بالنسبة 18% لكن أيضا هناك ثلاث قطاعات تعلن عن هبوط في الأرباح الطاقة المواد الخام وأيضا الرعاية الصحية القطاع الطاقة بسبب تراجع أسعار النفط حيث أنه تراجع خام نايمكس منذ بداية العام بالنسبة 3.5% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر